اكد صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين واليابان أسهمت في تحقيق الرؤى المشتركة بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيرا سموه إلى أن زيارات المتبادلة بين البلدين عززت من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها من المجالات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين وأضاف سموه أن مملكة البحرين تسعى إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع اليابان في إطار ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية طويرة وما تشهده من تقدم في مختلف المجالات والدفع بتلك العلاقات نحو أفق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظ الله على هامش منتدى حوار المنامة 2017 سعادة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان حيث رحب سموه بسعادة السيد كونو منوها بالدور الريادي لليابان في مختلف القطاعات التنموية والذي من شأنه أن يثري علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبحث سموه مع سعادة وزير خارجية اليابان مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لفتا سموه إلى أن المتغيرات الحالية تستدعي تضافر الجهود المشتركة بما يحقق الأهداف التنموية وتوحيد تلك المساعي والاستمرار في دعم هذه الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أعرب سعادة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان عن شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبدي من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية اليابانية ودعم التعاون بين البلدين الصديقين متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر